قطاع السياحة بإقليم ورززات وزاقورا يحضى باهتمام كبير من طرف المستثمرين واصحاب المقاولات والمشاريع السياحية مؤخرا تم إحداث 17 مقاولة في المجال السياحي بغلاف مالي ناهز 5 ملايين درهم مقاولات تساهم الآن في الدفع بالقطاع السياحي في المنطقة إلى مزيد من التطور والتأهيل روبرتاج عبدالطيف بن طلب والمولود زيندين في سكورة وفي حضن هاته الواحة الخلابة 30 كيلو مترا شرق ورززات أنشأ عبد المولى وإخوته مشروعا سياحيا بلغت تكلفته حوالي 400 ألف درهم سنة مرت على هذا المشروع الذي يلقى السياح في أمثاله راحتهم وجدت نفسي أكثر ارتياحا هنا عما هو الشأن في المدن الكبرى كالدار البيضاء فالمكان هادئ والناس أكثر طيبوبة وكرما بطرميكت مشروع آخر ومقاولة لشباب المنطقة بتكلفة تفوق 600 ألف درهم هو مشروع من بين 17 مقاولة تم إنشاؤها حديثا في مجال السياحة بإقليمي ورززات وزاقورة بذلك تحتل المقاولات السياحية بوارززات الرتبة الثانية في مجال الاستثمار حيث خص سلام مبلغ إجمالي بقيمة 5 ملايين درهم ترجمة نانسي قنقر